حققت مملكة البحرين إنجازا نوعيا غير مسبوق في مكافحة الاتجار بالأشخاص لتحل في الفئة الأولى ضمن فئات تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي تعلنه سنويا وزارة الخارجية الأمريكية وأثنت الخارجية الأمريكية التي أصدرت تقريرها على جهود المملكة في وضع الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر ووضع الآليات المناسبة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها وقد أكد التقرير أن حكومة البحرين حققت الالتزام الكامل بمعايير القضاء على الاتجار بالأشخاص أشيرا إلى أن المملكة حققت منجزات رئيسية خلال الفترة السابقة واستحقت مكانة في الفئة الأولى ولفت التقرير إلى أن إنجازات المملكة تشمل إجراءات حكومية مثل تصريح العمل المرن كأول مشروع على مستوى المنطقة لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة بما يجنبها الاستغلال أو الابتزاز أو الاتجار وهو المشروع التي اعتمدته الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات الدولية كما دشنت أول مركز شامل لحماية ودعم العمالة الوافدة يتضمن مركزا لإيواء الضحايا ومساعدة أي شخص يحتمل في تحوله إلى ضحية إلى جانب تدشينها صندوق لدعم الضحايا بالأشخاص بهدف تحسين أوضاعهم الإنسانية والمالية للعمال في مملكة البحرين عبر مختلف البرامج التي يتبناها وكذلك اعتماد المملكة العقد الثلاثي للعمال المنزلية والذي ينظم العلاقة بين مكتب التوظيف وصاحب العمل رب الأسرة والعامل المنزلي وباتت جميع مكاتب التوظيف ملزمة بتطبيقه ومن الإجراءات التي قامت بها البحرين وبوأها للوصول إلى هذا الإنجاز تدشينها لنظام الإحالة الوطني لضحايا الاتجار بالأشخاص والذي يعد الأول على مستوى دول المنطقة والذي يهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الاتجار بالأشخاص وتوضيح وتنظيم دور مختلف الجهات وآليات تعاملها مع أي حالة التجار أو يشتبه في إمكانية تحولها إلى حالة التجار كما قامت المملكة بالعمل الدؤوب ببرنامج التوعي الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي كان له أثره الكبير إلى جانب إصدار إدانات قضائية لمذنبين في مجال الاتجار بالبشر وكذلك التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات في دول مجلس التعاون الخليجي لعمل على إنشاء مركز إقليمي للتدريب وبناء القدرات المكافحة الاتجار بالأشخاص في مملكة البحرين والذي سيشكل إضافة نوعية لجهود المملكة في هذا المجال وخاصة الجريمة ورعاية ضحاياها وحماية الحقوق الإنسانية لكل من يعيش على أراضيها